اشتركوا في القناة بسم الله على بركتي الله أول حاجة هنا كيف ما كتشوفوا معي عندي دنجال لشويته في الفرن هاد نوع من انواع الزعلوك الزعلوك كين عنده بصاف ديل طرق التحضير ديلو هادا كن ناخده دنجال كن ندهنه بشوية ديل زيت سيتون وكن نوضعه في الفرن هادا يعني الدرجة ديل حرارة ديل فرن خاصة تكون مجهدة يعني مئتين واربعين باش مكيلوش لكم هادا دنجال هادا بكري كنا كن نقليوه وكن هدي الطريقة ديالو كن نقليوه وكن زيوديو لها هادا التوابل هادي لهي شوية ديل هريسة وشوية ديل الملح وشوية ديل كامون بالاحسن يكون صحيح وشوية ديل القصبر شوية ديل الحامض وزيت الزيتون يعني على حسب الكمياء ديل دنجال اللي عندكم يعني هادا ما كيحتش بزاف ديل ديل التوابل صافي وكن معكوه كيف ما كتشوفوه معيا وكن ديوه يتشحر يعني هالطريقة هادي كتشبه شوية الكافيار فرنسي اللي كي هما كيشدوه كيطحنوه قرأت واحد المرة شافه هوري يكتب صفحة دياله بأنهم الكافيار فرنسي استوحىوا الوصفة من زعلوك المغربي صافي وهنا من بعد ما تشحرز لها شوية ديل زيت الزيتون هادي كتبغي ضروري بساف ديل زيت الزيتون صافي للتغيير مرة مرة وكن خليه على جنب انا زيت لي غيشي شوية ديل القصبور هادي وممكن من ما نقدموه وتاني نزيدو شوية ديل زيت الزيتون شوية ديل القصبور نغندوزو باش نحضرو الصلاطة التانية اللي هي زعلوك التاني لغن نحضروه ان شاء الله بطاطا الحلوة انا شحرت شوية بصلة يعني ممكن نضيفو لها إلا كانت المقلة ديالكم كتل السقل ضيفو لها شوية ديل زيت الزيتون اللي نبغيتو صافي من بعد ما تشحرت لي هاد الحباة ديل البصل من الأحسن يكون البصل الأبيض باش كيكون نحلوك وكي تواتا مع هاد هاد البطاطا اللي شتهي شويتها في الفرن نفس طريقة تانتها بشية ديل زيت الزيتون وشويتها في الفرن وده باغا نحاول معكها يعني بحل الطريقة ديل لزعلوك تماما إنجال صافي من بعد ما كان معكها هكذا كيف ما كان تشوفوا معي أو ممكن أنكم تبخروها إلا بغيتو إلا ما بغيتوش طيبوها في الفرن أو تسلقوها ولكن غيف شوية ديل الماء و تخليوها تشرب الماء باش ما تجيش ناشفة صافي من بعد ما أكملت غدا نزيد ده بالتوابل التوابل غنزيد هي شوية ديل فلفلة حارة شوية ديل الملح يعني الملح كيبقى على حسب الضوك وغدا زيت شوية ديل الحامض باش كيكون واحد توازن في المعضاق ما بين الحلوء والحامض وشوية ديل زيت السيتون هي ربطة حلوة أنا استعملت هنا يا هادي اللي فرن اللون برتقالي ولكن ممكن تستعملوه كذلك حتى البيضة أنا كتعجبني البيضة أكتر لكن هاد المرة فاش تقديت هاد شي اللي لقيت صافيك نحاولو نشحروها مزيان بعد غنزيد شوية ديل الزعفران الحر وغنزيد شوية ديل القصبر زعفران الحر من أحسن تحكوه شوية يعني تسخنوا واحد شوية باش يجيكم ساهل صافيك نخليوها تشحرغي شي شوية غي باش هادوك التوابل تلقوا المعضاق ديالهم في هاد زعلوك هادا اللي اه تشحرم زيان ضروري باش تلقى المدقة المدقة تتجانس مع بعضها وغنخليها على جنب حتى الاخر لحظة وكنا نزيد لها واحد شوية ديل زيت السيتون وشوية ديل قصبر اللي هان وغنقدمها طبع هنا عدنا صلطة ثالثة لي هي الشيف لور هنا يا بخرته يعني نحاولو نبخروه اه حسن ولكن نسلقوه مع شوية ديل الماء باش كتبقى المنافع دياله في هادك الماء صافيحة هو نفس الشي يعني غن نحضر الزعلوك ديال هاد الشيف لور هادا وغنزيد هنا شوية ديال الهريسة شوية ديال كامون كيف ما كنقول لكم دايما من الاحسن يكون صحيح وإلا إلا كان عندكم اه يعني مطحون خليوا حتى الاخر لحظة عضيفه هنا اضفت شوية ديال الملح وشوية ديال توما توما اللي مطحونة ففيدا بنا شعلت عليه ولكن نار هادئة جدا وهنا غنزيد معلقة ديال تحميره وغدا نحرك مزيان صافي وغدا نخليه تشحر باش اه تومات طيب وباش توابي لحتهية تعطي الماطق ديالها وغدا نخلي دبعني تشحر شوية غنضيف شوية ديال القصبر يابس شوية ديال كوركم وشوية ديال زنجبيل هادو كنخليهم هما الاخرين وغنزيد واحد شوية ديال زيت الزيتون غنضيف غشي شوية لانه في التقديم كلهم كنقدمهم مع واحد شوية ديال زيت الزيتون وهاد السلطة هادو ممكن تحتفظوا بهم حتى تلتيان او اكتر اه لحسب يعني التلاجة ديالكم اه غيمني كتديرهم بشي بواطة اهنايا باش ما ننساش حاطي اه زيتوا حت شوية ديال الحامض كتديرهم بشي علبة ديال الزجاز ومن الفوق كتزيدو زيت الزيتون كيبقا مزيانين يعني هادو مزيانين اني كيكون جاي عدنا شي ضيف كنقدرون نحضرهم للاقبل وغادي نخليه اه يتشحر شوية بما طلقت اه التوابي الاخيرة اللي ضفت وغادي نزيد اه القصبر شوية ديال القصبر عاد السلطة كلها انك تعجبني مع القصبر وابخير انتم ايا يعني لك يعجبكم مع النوس ممكن تستعملوا غير مع النوس هو المدق ديالو قوي ولكن كي تواتى مع هاد السلطات بالنسبة لي انا سافي وغدا نوضعها على جنب وغا نمشي باش نحضر هاد اه اللوبيا اللوبيا يعني اللي اه رقدتها يعني كن رقدها انا يومين ما شغلي لوحدة يومين ازوت لها هنا يا القشرة ديالها يومين كنبقا وكل نهار كنبتلوليها الماء يعني نهار الول ومن بعد نهار ثاني كنبتلوليها الماء باش مكدرش اه المعدة سافي هنا غنخلي هاد شوية يتسلق من بعد ما تسلق لي يعني طابت ما كتاخدش بزاف ديال وقت لانا زوننا لها القشرة ديالها غدا نضيف هنا معلقة كبيرة ديال زنجلان ومعلقة كبيرة ديال اه تومة يعني من الاحسن نضيف واحد يعني كمية معقولة ديالتومة وشوية ديال كامون غيشي شوية مشي بزاف. سافي هنا شوية ديال الحار هادا كيبقى على حسب الضوق ممكن تستعملوا لبزار اللي ما بغيتش تستعملوا آآ الحار يعني فلفلة حارة وهنا شوية ديال الزنجبيل. وغدا نطحن هاد المكونات كاملة مع شوية ديال زيت الزيتون. هنا هي الملح. حتى هو كيبقى على حسب الضوق. وشوية ديال الحامض. وكيف قلت لكم كنطحنها مع شوية ديال زيت الزيتون. من بعد حتى دك الزنجلان كيت تطحن يعني كل شي كيت تطحن. الزنجلان راحته هو عنده واحد طريقة كيفاش كنا نستعملوا انا. هنا عنده زو واحد آآ عنده زو نحضروا آآ هنا اللوبيا. اللوبيا عادية غي انا غدا نحضرها هنا بطريقة مختالفة. كان ناخده فلفلة حمرة. كان شويوها في الفران. وخامل احسن استعملوا حد الكيمية كبيرة ديال فلفلة حمرانة هاد النهار ما استعملش بزهر ما كانش عندي استعملت غي فلفلة واحدة. آآ كتشويوها وكتطحنوها وكتضيفوها لهاد اللوبيا هادي اللي هي مسلوقة هنا راحت تسلقات. غنضف له هنا شوية ديال الملحة. شوية ديال التومة. آآ يعني التوابيل العادية. الاختلاف الوحيد اللي كين هو غدا نطيبها غي بالفلفلة حمراء. يعني ما ندروش هديك السلسل اللي مولفين كنديرو عادة بماطيشة. وحتى فاش كان طيبها عادي. يعني كيف ما مولفين كان طيبوها بطريقة المغربية. انا كندير النص فلفلة حمراء. والنص آآ ماطيشة. ماطيشة اللي كان زول لها القشرة ديالها والزريعة ديالها. كنديرها حتى هي آآ طيب يعني السلسل كتكون واجدة وكن طيب آآ اللوبيا بوحدة ومن بعد عد كن جمع مع بعضهم. هنا اليومات طريقة آآ هنا اليومات طريقة هي آآ طيب تغيب الفلفلة حمراء بوحدها. آآ التوابرة كيف ما العادة يعني قصبر يابس آآ تحميرة آآ الهريسة الكامون يعني كيف العادة. طافي وغضلنا عنديها دبا تشحر واحد شوية حتى كتشرب مزيان هاد التوابيل هادي. طافي وكن مني كان بغي نقدمها كنزيد لها يعني واحد الكيمية معقولة شي نص كاس هكاك ديل زيت الزيتون وشوية ديل الحامض. باش كنضيف لها هي كتبغي شوية الحامض. وكتصبح واجده بهالطريقة هادي مكدرش تماما. خاصة انا ما كليناهاش مع الخبز اللي فيه آآ اللي مخمر بالخميرة العادية. صافي كيف شفتو انا اضفت لي اهنا زيت الزيتون شوية ديل قصبر. صافي دبا صبحات اه واجده. حتى هادي كتصبر بهاد الفلفل غير الفلفل ابو حدا بلا مطيشة. كتصبر في تلاجات قدر تبقى حتى الثلاثيان. اه من هي هادي ديال الفلفل حمرة يعني اللوبيا بفلفل حمرة اللي كيعجبه التغيير. وبالنسبة اللوبيا اللي تحنت اللي تحنت بالزنجلان و وزيت الزيتون وممكن انكم تزينوها بزيت السيمسيم. انا هنزي تحنتها بزيت السيتون لانك يعجبني المعضة ديالها بزيت السيتون. وزينته من الفوق بزيت السمسم يعني كتاخدوه احسن تاخدوه بيو يكون ما تاخدوش شقر عليه يكون كي اه يعني كتتقيسها اشيعة الشمس. صافي كتاكلوه كيجيب حل بصارة هاد اللوبيا الطريقة اللي ديال منك نزولو لالقشرة كيجيب حل البصارة يعني في المنظر ديالو ولكن الماداق كيجي كيشبه الحمص اه يعني الحمص الوصفة اللي معروفة ديال الشرقية صافي هنا الزعلو كيف ما شفتو كلهم يعني مني بغيت نقدمهم اه زينتهم شوية ديال زيت السيتون وشوية ديال اه القصبر من الفوق كيجي الماداق ديالهم الديد بزاف مختلف اه نتمنى ان شاء الله تجربوهم وهذا وضيفهم القائمة ديال سلطات او المقبلات اللي تشاركت معكم من قبل اه احتهما فيهم اللي مبتكرة وفيهم اللي تعلمتهم عند الام ديالي اللي يحفظها ويبرك في عمرها ان شاء الله وكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو انالاعجاب ديالكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة